مباراة الصور الاخيرة لفريكاة لقالك سيفا حمايد صد اكتر من الرمية الجزائية وكلهم فرقوا في سيناريو المباراة الحاجة دي دي حمايد بتدارو على نفسه ولا بتبقى شغل من كابتن فينيو ريزيرت مع حمايد ازاي نصد رمية الجزائي لا بص هو طبعا يعني ضربة الجزائي بالزدك بتبقى هي اعتبر مباراة فردية ما بينها كنت والعيد هي الفكرة كلها في التوقيت يعني انت انت عندك هدوء اعصاب ان انت تقدر تفكر هو ممكن يعملي دلوقتي او تقدر تفصل عن اي حاجة و تركز على الكورة بس تركز على ايد اللعيب والحاجات دي دي اكيد في التمرين متمرها لعيم عفينيو بس هي برضو انت لازم تتفرج على اللعيب تبقى عارف انه لو في وقت حسن منشاة الكورة فين لو في وقت عادي في الماتش ممكن يشاطها ازاي فلا طبعا يعني انا بالنسبالي اغلى صده في حياتي تقريبا هي كورة دربة الجزائي بتاعتمودي في اخر ماتش السيبر الافريكي كده عشان توقيتها وعشان احنا كنا نقصين وهم لو اجابوه خلاص هم يتعدموا علينا وتابعنا ماتش خلص فانا يعني زي ما تقول كده يعني كل تحويشة خبراتي حطيتها في الكورة دي هو كان شاط كورة قابليها دربة جزائي فيها شاطها بين رجلي ومجاش في دماغي خالص ساعتها انه شاطها بين رجلي وبعد كده وانا نازل دربة الجزائي الاخيرة فكرت ان هو ممكن يقول ان انا مش هاكي في دماغي ان هو يشاطها مرتين بين رجلي ويضمنها بقى ان هو جابها كده فيشطها تاني عشان الوقت وعشان خلاص فاضل دي هو نص دي فبس فالحمد الله قدرت ان انا يعني قدرت ان انا برضه افكر نفس التفكيري في دماغي ووقف الرجلي ونفس فكرة برضه السنة اللي قبليها دربة جزائي الاحمر في الدوري كان برضه نفس الوقت كانوا هيجبوها يتعرضوا فانا كنت متفرج على على ضربات جزائي الاحمر كلها وضربات جزائي والمكان اللي هو بيحب يشوت فيه والمكان اللي هو بيشوت فيه في الوقت الكريتكل يعني فقدرت برضه الحمد لله ان انا صدها